عايز بس قبل ما سيب مباراة الزمالك وبلدات المحل ممكن يكون الكلامي ده مقرر ممكن يكونه مقرر كذا مرة بقوله بصراحة بس يا اخي والله الجمهوري الزمالك حاجة تفلح بجد يعني مجدبش عليك يعني انا لو من جمهوري الزمالك لو انا مشجع لنادي الزمالك وبروح المدرجات والحالة دلوقتي وخلص الزمالك فقط حضوزه اذا كان جوزي جوميس كمان رمى للفوتة خلاص بقى بيشارك مجموعة من الشباب وقى والكل ده ممكن اكسى اروح لستاد ممكن يعني اقول ايه خلاص يعني انا اروح اشجع ليه وهسنع خلصت اساسا ما فيش اي حاجة فيش حياة في الزي عنا الحبة دول المجموعة دي المجموعة دي اللي كانوا ماليين جزء من مدرجات لستاد النهاردة حاجة تفرح بجد والله اهو دول بقى اللي حرفيا انا مش مستني منك اي حاك يا فرقة ما خلاص ما يا خلصت الدور خلص بس انا هشجعك انا وراك انا بسندك انا بدعمك انا واقف معاك انا مش هسيبك في الفرح والحزن معاك طول الوقت معاك جمهور الزمالك مش عايز اقولي السنادي عشان ده على مدار تاريخه على مدار تاريخه كده دايما مسائل لفرقته بس فيه كذا مشهد السنادي طوف عندهم انا وفت عند كذا مشهد لجمهور الزمالك السنادي داعم ومساند دائما وابدا داعم ومساند دائما وابدا تكسب بقى تخسر تاخد بطولة ما تاخدش بطولة انا بظهرك ووراك والله لو لعبة نادي الزمالك والجهاز الفني وإدارة نادي الزمالك يقدروا هذا الامر دائما وابدا انا عايف انهم مقدرين دا اكيد الزمالك هيبقى في حتة افضل وافضل وافضل كمان بصراحة يعني فحبيت بس اجيب النقطة دي كان ملحوظة ايضا من مباراة اليوم عشان وانا بفرج على المباراة مجدبش عليك يعني مجدبش عليك انا عايف ان انا هقوله داوت جموني زباك يقولي انت عشان مش منتملين يعني بس اللي هو اما انا اقول ايه الناس دي رايح المدرجات ليه الناس دي نازلة من بيوتها في الحر قطعة تسكرة رايح المباراة ليه مش متعودين على دا بصراحة عادة يعني لما فرقة متبقاش عندها حزوز فرقة ما خلص المسابقة بالنسبة لها ما تلاقي لهاش جماهير لكن جمهور عظيم بصراحة جمهور عظيم فوق كل التوقعات يعني فوق نظرتي ونظرة غيري جمهور رأى حقاكا للحق